لكن الحقيقة كان فيه كمان متحدثين رسميين عن نادي الزمالك ولما متحدث رسمي يتكلم فلازم يكون كلامه كلام مسؤول لأن في ناية هو بيتحدث عن نادي الزمالك يمكن كان الأستاذ عمر الدردير كان واضح جدا لماذا إحنا بنضغط وبندعي المظلومية عشان ناخد حقنا فهو قال بعض قال يا جماعة لأ ده التصريح يتحرف وده كان في كلاب هاوس أو ما شابه فجاب لكم تصريح رسمي للمتحدث الرسمي السابق عن الأستاذ عمر الدردير الأستاذ عصام سالم بيؤكد نفس المعنى عشان نوضح لكم الصورة ونظرية المؤامرة أساسها ايه؟ نطلع نشوف الفيديو حدو اكتشفت حاجة وبقول له أنا كل أسف يعني يعز عليها والنقول الكلام ده على الكيان بحب كتير من الموجودين فيه بيبصوا مصلحاته متخصة على حسن المصلحة العامة هو بيرفع الشعار إنه هاجي ناخد من النادي لهو أنه مخدم لو ما تعينش في النادي وأبض من النادي أبقى طابور خامس مش معقول يبقى فعلا أنت بتقول شعارات اللي بقول ده بقول شعارات ده ده أعز عليك أعز عليها برضو إن أنا أفضل طول الوقت أنا بقول لك كام ده ممكن يبقى صادم بالنسبة لك في نظرية المظلومية والبكائية والجو اللي أنا عايش فيه ده طول الوقت مشغول بالمنافس أكتر مشغول بأن حل مشاكلي ده مشكلة كبيرة أهمشي لقدام إزاي يعني أنا في الآخر كل شوية عاملوا الزبط أقول ابنك هيدخل الامتحان وتقوله ما يهمكش لو سقط ما المدرس كان وحشي اللي بيشرح لك أصلاً منك صعب أصلاً أنا عاملها برّة إنه كل شوية لأ أنا الأول أصلح نفسي والكان ده يبقى كان قوه جد وقوه إيه بقى؟ بأبناءه ببطولاته بألقابه أقدر نفس أي حد لكن أنا طول الوقت عمل أقول أصلاً مني أصلاً جيناً على جدي المبرر طب وعدين أعتقد الأمر واضح جداً يا جماعة ففكرة ادعاء المظلومية وتصدير نظرية الاتهاد وهيدوسوا علينا السنة الجاية وكلهم أو هم هم مين يا شيكبالة هم كلهم وهم كثيرون على رأي الأستاذ عمراء ديب يعني ولكن في النهاية ده ناس بتتكلم من موقع المسؤولية بقى مش من موقع اللا مسؤولية فلما يتكلموا من موقع المسؤولية ويكونوا رسميين أو لهم صفة رسمية داخل نادي الزمالك أعتقد بيكون الرد أقوى بكتير ومش محتاج مننا أي تعقيب على فكرة نظرية المؤمر وأنا أستغرب هو الكلام بيوجه لنا ليه أو بيوجه في الإعلام ليه ما إحنا عارفين مين تحديداً في نادي الزمالك اللي دايماً بيتكلم في نظرية المؤمرة ودايماً بيردد هذا الكلام ما يكون الكلام مباشر ليه بما إنك أنت كمسؤول بتقول إنك داخل النادي ملاقيتش ده عشان كده برضو حنسمع مسؤول آخر وحد داخل نادي الزمالك وأستاذ طارق جبريل وكان موجود داخل النادي الزمالك أصلاً فترات كتير جداً تعالوا نشوف رؤيته ليه ما يحدث فيما يخص نظرية المؤامرة نطلع ونشوف الفيديو لا أنا وجهة نصحيك النادي مهوش مظلوم النادي مهوش مظلوم إن كان في بعض الأحيان وبعض المواقب بيبدأ في ظلم وده طبيعي طبيعي لأي نادي إنه ممكن موقف معين تحكيم معين مباراة معينة موقف معين مع الاتحاد مع أي حتة مع أي جهة ممكن مظلوم أو مشوقد حقه فده طبيعي وبيحصل في كل الأندق إذا كان الزمالك حاسس يعني أو بعض المسؤولين أو بعض المسؤولين اللي كانوا موجودين حاسين دائما إن فيه مظلومية وبيصدروا ده للجمهور بيصدروا ده للعيبة وده خطأ كبير جدا ما دي بقى العشوائية بتاعة الإدارة يعني أنت النهار ده فريق عندك فريق كويس قوي وفيه المسؤولين بعض المسؤولين بيقولوا إحنا لجيبنا الفريدة وإحنا اللي عملنا التعاقدات دي صح؟ ده واقع مش هننكره مش إحنا اللي جايبينه يعني مظبوط فدائما نحقعه طب خمس سنين وراء بعد تخسر ليه فكان لازم يصدروا حاجة يصدروا أصل الاتحاد ظالمنا أصل حكام ولاد في ستين في سبعين أصل اللي مش عارف إيه أصل 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 خلاص ويصدروها ويهيجوا الجمهور وتشتغل الميديا ويشتغل بعض الإعلاميين خلاص وانسينا السبب وراء المشكلة وراء الجانس احنا خسرنا ليه أنا في رأيي دي شهادة للتاريخ ومن أهم ما أقيل لأنه أنت ده المنحج اللي إحنا طول الوقت بنردده لكم خمس سنين هتقول أنت خسرت ليه فكريم في الحلقة اللي فاتت لما تكلمنا عن أبطال عالمين وقلت لكم أنت أسوأ شيء في العالم أن أنت تواجه الواقع بتاعت هتيجي تقول أنا الفرق بيني وبيني النادي الآلي في كل البطلات دي هحصله إزاي أنا إزاي أقدر أتفاقع النادي الآلي هتلاقي مقفولة ضبة ومفتاح فتلجأ لحاجة وهمية وهي فكرة الإنكار فهو ده اللي تقالي من أستاذ طريق جبريل وهي أنا حواجه نفسي أقول أن أنا خسرت خمس سنين أو محروم الدوري عشان عندي فشل لا أقول أن برضو الاستثناء اللي حصل السنة دي في الدوري أنا حيرجع يدس علي أنا حقصر عشان عندي مظلومية لأن جماعة ده اللي بيرايح والبعض كجمهور بيحب يستريح وبيحب يسمع الكلام ده عشان يلاقي عنده مبرر نفسي ده حتى يا فارس قال التسلسل تحديدا قال وزي ما قلت أنا المنبع هو المسؤول قال بالضبط المسؤول بيتكلم بيبدأ يتصدر لإعلام الإعلام يبدأ يتصدر وعن طريق الميديا فيصل لجماهير نادي الزمالك فأصبح الجميع لحمة واحدة في صورة تسمى نظرية المؤامرة بس هم عندهم هدف زاكي برضو وهو اللي قاله عمر الدرديري قبل كده وهي فكرة ان الكلام ده بيتقال يا أسامة عشان يحقق من وراءه مكتسبات لا ده احنا ما فيش ظلم ده ما فيش كذا فيبدأ ينحزله عشان ينفو فكرة وقوع المظلمية عليهم ولكن ان شاء الله النادي الأهلي هذا الموسم لن يفرد فيه بطولات وكل واحد مش بالعكس حيداس عليه احنا ضد المصطلح ده ولكن حيكون موجود في موقعه التاريخي كوصيف خلف النادي الأهلي نشوفكم في حلقات جديدة وسيظل النادي الأهلي خط أحمر لأن تاريخه كتب بخط غير قابل للإزالة أو أن حد يمحي نشوفكم الأسبوع الجهة ان شاء الله اشتركوا في القناة